تفاصيل قرار الدولة الحكومة بشأن غلق المحلات التجارية ومواعيد غلقها وإيه هي المحلات اللي هتقفل ومواعيد قفلها إمتى والمحلات اللي هيتم يعفقها من الغلق الحكاية الأخيرة النهاردة في حلقتنا حكاية بتهم قطع كبير جدا من المواطنين خصوصا صاحب المحلات تفاصيل قرار الدولة الحكومة بشأن غلق المحلات التجارية ومواعيد غلقها وإيه هي المحلات اللي هتقفل ومواعيد قفلها إمتى والمحلات اللي هيتم يعفقها من الغلق المشكلة دي وأخبارها تدولت بشكل كبير خلال الساعات اللي فاتت لأن القرار زي ما قلت بيهم شريحة كبيرة من المواطنين تفاصيل القرار وإمتى حيبدأ التنفيذ وإيه أسبابه وإيه المحلات اللي هيتم استثناءها من هذا القرار هتعرفوه في الكلام اللي جاي تعالوا نبدأ من أول كده بدأ القرار ده إمتى وإيه قصة إغلاق المحلات والقرار ده هل ده له علاقة بكورونا ولا مرش علاقة بكورونا الحكومة أعلنت مؤخرا أن الموعيد المقترحة لغلق المحلات التجارية هي عند الساعة العاشرة مساء الساعة عاشرة مساء ده في الشتاء وإحداشر في الصيف لغلق المحل التجارية والمولات مع استثناءات للتوقيتات غلق الأنشطة بالمحافظات السياحية المحافظات السياحية لها وضع تاني مختلف مصادر أكدت أن قرار تحديد موعيد أفل المحلات العامة والورش مش مرتبط بخطة محاربة كورونا وعدد الإصابات وإنما للحد من انتشار المقاهي بطريقة عشوائية خاصة في المناطق السكنية ولفتت المصادر إلى أن القرار ده هيكون به استثناءات لعدد من المحال والورش خاصة الورش البعيدة عن المناطق السكنية النائب أحمد السجيني وهو رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قال إن التشريع الخاص بالمحال العامة لم يتطرق إلى التفاصيل لكنه معني بتبسيط الإجراءات ووضع فلسفة عامة لإنهاء الفوضى الخاصة بتشابك الأولويات في إصدار الرخص لكل المحلات العامة السجيني كمان قال إن التشريع بيشمل بعض البنود الانتقالية لإصدار رخص مؤقتة لحين إصدار رخص نهائي حيطلع رخص مؤقتة الأول وأشار إلى إن القائمين على التشريع وضعوا بنوده بدقة شديدة جدا وأشار السجيني إلى أنه ليس من المنطقي إغلاق ده كلام السجيني بيقول ليس من المنطقي إغلاق المحلات في المناطق السياحية في الساعة السامنة مساء وأشار إلى إن الأنشطة السياحية والصيدليات خلوا بالكم الكلاب أنشطة السياحية والصيدليات ومحل البقالة من الأنشطة الاستثنائية اللي حيتم يعفقها من مواعيد الإغلاق الرسمي على عز وده أمين عامل اتحاد العام للغرف التجارية أكد من جانبه إنه بيتم دراسة العمل على تحديد ساعات غلق المحل التجارية منذ فترة في قانون المحل العام وبيتضمن أيضا اشتراطات ترخيص الأنشطة التجارية بعد تأسيمها لخدمية الأنشطة الخدمية وسياحية وتجارية وقال إن القانون الجديد قسم الأنشطة التجارية لحوالي خمسين نشوات وصنف بعضها كونها مقلقة للراحة ويحدد لها توقيتات مختلفة لساعات العمل وفق طبيعة عملها في المحافظات المختلفة يعني المحل اللي في العاصمة بتختلف عنها في المحافظات الساحلية وقال إن تحديد ساعات إخلاق المحل حيراعي طبيعة النشاط ويختلف من محافظة لمحافظة أما محمد المبابي وهو رئيس الغرفة التجارية بالجيزة قال إنه سبق له وتقدم من خلال اتحاد العام لغرفة التجارية بمقترحاته حول توقيتات غلق المحال التجارية وهو ما يرد تنظيمه في قانون المحال العام حيث بيحدد تحديد ساعات لغلق المحال التجارية جزءا من هذا القانون الصادر عام 2019 وصلت الليحة التنفيذية مؤخرا إن بابي قال إن قانون المحال العام بيتضمن تحديد طبيعة الأنشطة وساعات عملها وبتضمن أيضا شروط منح التراقيص للأنشطة المتنوعة ده قصة الخبر اللي شاغل الناس يمكن كمان قال إن إن بابي قال إن قانون المحال العامة قسم الأنشطة التجارية حسب كونها مقلقة للراحة من عدم ده أهم ما في قصة القرار اللي شغل الناس كلها الساعات اللي فاتت مسألة يقفلوا المحالات إمتى وإيه المحالات اللي هتقفل وموعيد قفلها وهتختلف من محافظة لمحافظة والمحافظات السياحية والساحلية على عكس المحافظات التانية وعلى حسب طبيعة كل النشاط ده ملوش علاقة بكورونا خالص ده موعيد بقانون غلق المحالات التجارية بيتم وفقاً لقانون صدر وصدرت لايحته التنفيذية اللي هم اللي فاتت